أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مارغريت ساروفيم على التعاون الوثيق مع مرزمة الفاو في خدمة عدد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للفئات الأولى بالرعاية ومنها مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الرفية الضعيفة في محافظة المينيا الذي تم تتشينه مؤخرا أشرت ساروفيم إلى مبادرة إزرع التي أطلقت تحالف الوطني لعمل أهلي التنموي لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر حيث تستهدف تحسين دخل مئات ألف من صغار المزارعين وتوفير محاصيل استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمحة وتوفير التقاوى الزراعية عالية الجودة